أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروع القدس ولو شاء اللهم قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم قتتلوا ولكن من الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رسقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالة في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربيا الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشيق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنه لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله بأتعامل ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى أحمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحفي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جسءا ثم دعوهن يأتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق من لا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان علي ترابه فأصابه وابنه فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثريتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابنه فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسهم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه وعلموا أن الله قني حميد الشيطان يعدكم من فقر ويأمركم بالفعشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذلتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تقفوها وتؤتوها للفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفي إليكم أنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أو نياء من التعفب تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معرة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد يمحق الله الربا ويلبي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وادروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربي من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عصرة فنذرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يفخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له فل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوا ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغرا أو كبرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليهم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم لا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانوا مما قبورا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانتهم ولي اتق الله ربهم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبكم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أدفوه وحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا رفوانك ربنا وإليك المصير لا ينكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز كنتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبرهم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمدنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد يذهديتنا وهب لنا باللدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم مقود النار كدأ بآل فرعنا والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخدهم الله بظنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتخشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين ذقد فئة تقادر في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس عب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من خانطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندهم حسن المآب قل أأنبئكم من خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجريب تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالدين والمنفقين والمستغفرين بالأسحر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما من قصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين علم الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع العساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتابة الأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصروا من العباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بخسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدوداتهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم الله عريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تونج الليل في النهار وتونج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوه ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله نفسهم والله روفهم من عباده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويقبل لكم ذنوبكم الله غفور رعيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عبران على العالمين ذرية من بعضها من بعض والله سميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأمثى وإني سميتها مريم وإني يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات عسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء مصدقا من كلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغنيا كبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح من عشيك والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واستطي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب وحيه إليك وما كنت لديهم إذ ينقون أقلامهم أيهم يكون مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكن ويعلمه الكتاب والحكمة والطورة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهاية الطير فأنفقوا فيه فيكون ترم بإذن الله وأبرئوا الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم معظى الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربه وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكاروا ومكر الله والله وخير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يوم طهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتوف عليك من الآيات والذكر الحكم إن مثل عيسى إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الكون فأقول الحق من ربك فلا تقوم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل للتوراة والإنزيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي هو الذين آمنوا والله وليه المؤمنين وادى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالماطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهر النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبعدينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدهم مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنهم بقن طاري يؤده إليك ومنهم من إن تأمنهم بدينة لله يؤده إليك بدينة لله يؤده إليك إلا ما دمت عليه طائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهدهم اتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب تحسبوهم من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم أخذتم على ذلك الأسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسق قل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأغطط عنه وقره وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قاما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القام الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم من ضرور إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رئيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم